تحية عطيرة إذن المسيح الخير مداخلة بعنوان الأفلاطونية المحرثة في الفلسفة الإسلامية محاضرة يوم الجمعة المعتادة تمهيد لقد ناشأت الأفلاطونية المحرثة الإسلامية العربية في بيئة مشبعة بالفكر بالفعل بفكر أفلوتين وأرستو وفقد درس أفلوتين في الإسكندرية وكان المنهج الفلسف في تلك المدينة يشمل شخصيات شرحة لأرستو مثل بور فيريوس السوري وبروكليس وارتبط بهؤلاء العلماء قناتين رئيسيتين للأفلاطونية المحرثة العربية الإسلامية ما يسمى بعلم اللاهوت لأرستو وكتاب الأسباب من بين المدن الأخرى التي أحبها الفلسفة في وقت ظهور الإسلام في القرن الأول الهجري القرن السابع ميلادي جون تسابور وحران قد أكدت الأفلاطونية المحرثة العربية الإسلامية على جانب واحد من جوانب الله القرآن المتعالي وتجاهل جانب من آخر وهو الإله الخالق فبالنسبة للأفلاطونيين المحدثين فإن كل أشياء تنبع من الإله وكان الفلسفة العرب والمسلمون مسبعين بدرجة كبيرة أو أقل إما بالأرستية أو بالأفلاطونية المحدثة أو كما كانت الحال في كثير من الأحيان بكليهما إن الكندي أب الفلسفة العربية الإسلامية له جانب أفلاطوني محدث ولكن العقيدة تصل إلى ثمارها الفكرية في تسلسل الهرمي المشعع المعقد الذي طوره الفرابي وابن سينة وقد طور المفكرون اللاحقون وجهة نظرهم أو حولوها إلى تسلسل الهرمي مشعع من الأنوار كما هو الحال مع شهاب الدين الصهروردي أو عقيدة واحدة الوجود التي تبنى ابن عربي وفي حين عارض الغزيلي وابن رشت بشدة وجهة نظر الأفلاطونية المحدثة هاجم الأخير ابن رشت الأول لمعارضتي العامة للفلاسفة قد كان للأفلاطونية المحدثة نفسها تأثير كبير على تلك المجموعة الطائفية من المسلمين المعروف باسم الإسماعيلية وأصبحت الأساس لعقيدة هذه المجموعة تاريخين بلغت الأفلاطونية المحدثة في الإسلام وفي العروبة ذروتها مع غزو الإسماعاليين الفاتميين لمسر نحو نهاية القرن الرابع هجري القرن العاشر ميلادي فحين تراجعت أهمية الأفلاطونية المحدثة في وقت لاحق في موجهة الأرستية والحنبالية المتفشية يمكن القول أنها تركت إرثا دينين وتاريخين وثقفين مهما للعالم الإسلامي والذي لا يزال قائمة في الحركة الإسماعيلية حتى يومنا هذا نبدأ أولا بالوسط والمسط في الأفلاطونية المحدثة تطورت الأفلاطونية المحدثة العربية الإسلامية في وسط كان على دراية بعقائد وتعاليم بلوتينوس كانت مدينة الإسكندرية التي زحفت إليه الجيوش العربية الإسلامية في عام 642 ميلادي موتنا نلعاتين من الفلسفات ويعني مر بها الفلسفة على مر قرونه درس بلوتينوس نفسه الأب المؤسس الأفلاطونية المحدثة في الإسكندرية لمدة 11 عاما تحت إشراف العالم أومنيوس هيريكليس كان المنهج الفلسفة في الإسكندرية مشبعا بالأفلاطونية المحدثة ومغطى بالأرستية قد تم دراس الأعمال الأفلاطونيين معدثين مهمين مثل فرفريوس وبروكليس هناك وهناك عملين لم يتضح من هو مؤلفهما دقيقه لكنهما ارتبط بفرفريوس وبروكليس على التوالي وهما كتاب لهوت أرستو شهير ثلوجة أرستو والعمال الذي أصبح اللاتينين باسم كتاب الأسباب أو العناصر وكان كلا العملين بغض النظر عن مؤلفهم الفعلي قنوية رئيسية الأفلاطوني المعثل الإسلامية العربية أما كتاب لهوت أرستو على الرغم من اسمه فلم يكن له أي علاقة بأرستو ولكنه لخص مع بعض الإضافات الكتاب الرابع والسادس من كتاب أفلوتين التساعيات التساعيات وكان كتاب الأسباب قائما على كتاب عناصر لهوت لبروكليس لازم من الصعب تحديد الموضوعات الأفلاطوني المعثلة في كل من اللهوت والتي تتراوح التي تتراوح من العقيدة الأساسية في الفيض من خلال الإشارة إلى الأقانيم مثل العقل الكوني والروح الكونية وهذا الأمر موجود في كتاب لهوت أرستو إذن وقانيم بروكليس للواحد بروكلين للواحد والوجود والعقل والروح إلى سفات السامية للواحد هذا الأمر موجود في الأفلاطوني المعثلة ولكن الإسكندرية لم تكن المدينة الكبرى الوحيدة في الشرق الأوسط التي عزت سعود الأفلاطوني المعثلة قبل ظهور الإسلام قد كانت مدينة جوند سابور وهي مركز علمي عظيم للتعليم البيزانتي اليوناني وخاصة في مجالات الفالسفة والتب وهذا يبدو أن الأرامية بدل من الفرسية كانت اللغة السائدة وكانت هذه المدينة التي بناها شابور الأول في منتصف القرن الثالث ميلادي بمثابة مغناطيس الكثير من المثقفين في الشرق الأوسط في كل من الفترتين من قبل الإسلام والفترة يعني الحقبة العربية الإسلامية حقبة العربية الإسلامية يعني وقد درسها هناك الأب العظيم لحركة الترجمة العربية حنين بنو أسحاق وفي وقت سابق فرع علماء النصات رأي تلك المدينة بعد انهيار مجمع أفسس في عام أربعمائة وواحد وثلاثين وكان هؤلاء العلماء يعرفون أعمال أرسل لكنهم درسوا أيضا فيرفريوس وبالتالي كانوا على ديراي بتعليم العفلاتونية الموحدة وكانوا قرب جند جند شابور مما أصبح الآن بغداد يعني أن المدينة الأولى كانت قادرة على التسلل إلى البندينة الثانية عندما أصبحت عاصمة عربية إسلامية بغداد عظيمة مجموعة من يعني مجموعة متنوعة من العناصر اليونانية ثم كان هناك حران في شمال سوريا وهي المدينة التي كانت موتئا للصابعة المحبين للنجوم وهي طائفة وثانية كان لهوتها المتعالية لهوتها المتعالية مشبعا بأعناصر أفلاتونية موحدة وفي القرن الثالث هجري قرن التاسع ميلادي زار حران علماء لاجئ لاجئون من يعني من من مدارس الإسكندرية وفي القرن التالي انتقل هؤلاء العلماء من حران إلى بغداد حاملين إلى تلك المدينة الأخيرة عناصر أرستية وأفلاتونية محدث من التراث الفلسف الغني لكل من الإسكندرية وحران وبتبعة الحال لم تكن من مدين مثل إسكندرية وجوند شابور وحران مصادر لحيد للفكر الأفلاتوني الموحدث ولكن أمثلاتها تخدم التوضيح السهولة التي تتصل بالإمبراطورية العربية الإسلامية متواسعة بالفكر يوناني وخاصة في تجسيد ديتها الأرستية والأفلاتونية الموحدثة ولقد كان البندول في الفلسفة يتأرجح بين هذين الأمر في كتابات الفلسفة العرب والمسلمين الأفراد والمديرس في حين أنهم لم يخلطوا بينهما في مزج مجيد كما حدث مع فكر إخوان الصفاء ثانيا إليه عند الأفلاتون الموحدثة العربية الإسلامية تصور الإليه إن واصف الله في القرآن واضح إلى حد كبير وإن كان قد أدى إلى تعخيط ديت في تفسير في اللاهوت الإسلامي تركز على أمور مثل التشبيه وقدرة الله المنطلقة والإرادة الحورة للإنسان وصفات الله أما إليه القرآن فهو متعالي ومتأص لا يوجد مثله ولكن أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد أن الله يتداخل في التاريخ البشر لذي يكشف عن نفسها للإنسان أعسى بالمثال في الواحد القرآني يرسل ملائك للقتال من أجل نبيه محمد كما حدث في معركة بدر عام 624 ميلادي هنا يبدو الله في كذلك من أحيان مثل إليه المحبوب لدى علماء اللهوت المعاصرين بعد ذلك ولكن قبل كل شي فإن الإله القرآني هو الذي يخلق من عدم ولا يوجد مفهوم اللي عم بثيق الأفلاتوني المعادث في القرآن وعلى النقيم من ذلك يرى أرسل أن الله هو المحرك الأول الذي لا يتحرك ونصب التركيز في اللاهوت الأرسل على حركة الله أكثر من تركيز على خلقه الذي يقتصر في كل الأحوال على إنتاجه للشكل في المادة الأولية التي كانت موجودة منذ الأزل أما مع الأفلاتوني المعادثين فإن التركيز ينتقل من مفهوم الخلق إلى مفهوم الإنبثيق الأبدي أو الفايد فالله أو الوعد أو الخير أي كان واصفه لا يخلق من عدم بل إنخرج في الإنبثيق الأبدي اللي يقول ما هو أدنى منه وكذا كان هناك في الشرق الأوسط في وقت ظهور الإسلام وانتشار ثلاث لهوتات لهوتيات مختلفة على الأقل تتنافس عن الماكانة وتؤكد على سفات مختلفة للإلهيها هناك الإله القرآني باعتباره الخالق من العدم هناك الإله الأرصي باعتباره المحارك الأول هناك الإله الأفلاتوني المعادث باعتباره الباعث العبدي وقت أصبح النقاش الذي نشأ حول العلقة بين الله وبقية الواقع وظهر المرئي وغير الملموسة سمة أساسية من سمات كتابات الفلاسفة العرب والمسلمين فقد كان الإله القرآني مرتبطا بخلقه بقوة الإبداع الصرفة وكان الإله الأرصي مرتبطا أنه كان شعور بما يتحرك في عين كان الإله الأفلاتوني المعادث يسد الفجوة الهائلة بين السمو والواقع الجسدي من خلال آلية الفايد وسوف تساعدهم نظرة موزة إلى فكر بعض الفلاسفة المسلمين العرب الأفراد والجماعات المجموعات في توضيح كيف ظهر النقاش كيف ظهر النقاش في كتاباتهم وبالتالي في التطور العام للفلاسفة العربية الإسلامية نبدأ أولا أن أبو يوسف ابن أسحاق الكندي معروف على أن تقويسع في علماء الفلاسفة العربية الإسلامية بأنه أب الفلاسفة العربية الإسلامية إنه الأب أب هذه الفلاسفة العربية الإسلامية وإن إليه الكندي له أربع وجوه أو جوانب ومن ناحية العقائدين فإن الله متجذر في القرآن المشتق منه ويعمل ألقاب مثل الخالق والفعال وإن الله يتمتع بوحدة جوارية لا يتنبع من أي شيئا آخر كما أنه جوانب أرستية فهو عرسي بمثال غير متحرك ولكن إليه الكندي بطبيعة الحال يعني بطبيعة الحال أكثر من مجرد محرك كما يناقش الكندي سيفة الله بمسترحات المعتزل ويتبني الكندي كراهية المعتزل للتشبيه يعني وأخيرا يمكن أن نكتشف تأثيرا أفلاتوني المحدث على الفكر الكندي كان أول الفيلسوف إسلامي كبير يعني جوانب مهم من التقليد الأفلاتوني المحدث وهو الجسر إلى فكر الفيلسف مثل فرابي وابن سينة مع هذين الفيلسوفين الأخيرين وصلت الأفلاتونية المحدثة العربي الإسلامي إلى ضرواتها حيث تم تطوير مفهيم أفلاتوني المحدثة أساسية مثل التسلسل الهرمي والإنبيثيق مشكل كامل ودامجها في ميتافيزيق الوجود يعتبر الفرابي بحق أبن ومؤسس الأفلاتوني المحدثة العربي الإسلامي في حين يعتبر ابن سينة على رغم أنه أقل أصالة أعظم فيلسوف أفلاتوني المحدث في الإسلام في حين أن الإله الذي يسوره له بالتأكيد جوانب أخرى بأن الجوانب بالأفلاتوني المحدثة هي التي تلفت انتباهنا مثل الفرابي لدي ابن سينة مخاطط معاقد لنظرية الفيض مع عشر عقول تم بثق من الكائن الضروري مرة أخرى كما هو الحال مع الفرابي ويشكل الصدور أو الفيض لمن بثق جسرا بين الإله غير المعروف للأفلاتوني المحدثة والإنسانية المرتبطة بالأرض ولكن المصالحات اللاهوتية المستخدم في فكر ابن سينة ربما كانت أقل السببية من تلك التي استخدمها الفرابي وهذا ينتبق بشكل خاص على البعد السوفي في فكر ابن سين يقوم القول أن الأفلاتوني المحدثة في الإسلام قد وصلت إلى أقصى حدود تطورها في فكر علماء الدين الإسماعيليين مثل حميد الدين الكرميني من ناحية وشهاب الدين يحيى سهروردي ومهد دين ابن عربي من ناحية أخرى يتبنى الكرميني شرحا فرابيا لله والعقول العشر في هرمي النشوء الفلاتوني المحدث أسس السهروردي سيد الإشراق أو شيخ الإشراق كما أصبح معروفا هرما أفلاتوني محدثا معقدا غير عادي من الأنوار حيث يرى وشبه الإله جميعا من حيث النور إن الله هو نور الأنوار ومنه ينبعث النور الأول الذي ينبعث هو النور الثاني وهكذا ولكن هناك نظام معاقل من الأنوار الملئكي يرتبط بالنظام بأكمله ويتكون من المساويات ثلاث بسبب عقيدة الفيض فإن الأنوار أو العقول هي أسبقية وجودية أو معرفية بعض على بعض ولكنها ليست أسبقية زمنية وعلى النقيض من ذلك يستخدم بن عربي المصالحات الأفلاتونية الموحدثة لدعم عقيداته في واحدة الوجود ومع ذلك فإن ده يريد الفكر يتمنع وضع نظام كلاسيك للفايض يتبع الخطوط الأفلاتونية أو حتى الفارابية ويمكن القول أن مصطلحية التجليات يعني للأولوهية وليس الفايضية هو ترجمة أكثر دقة لفكره بعد ذلك في العنصر الثالث رد الفعل ورد الفعل مضاد يمكن دراسة رد الفعل ورد الفعل مضاد لتسلسل الأفلاتونية الموحدثة للفكر والفلسفة العربية الإسلامية بشكل مفيد في كتابة أبو حمد الغزالي عالم الدين وتصوف الصوني من ناحية وكتابة أبو الوليد محمد الدين روسط معروف أيضا باسم الدين روسط من ناحية أخرى أو فيرويس اللاتينية في كتابة هايبة الفلسفة هاجم الغزالي كل من أفلاتونيين الموحدثين ويعني أرستو ضحف على سب المثال فكرة أن العالم أزلي وحاول أن يثبت حاول أن يثبت رياضين أن أطروحة الأفلاتونيين المحدثين غير منطقية كان يعتقد أن الأفلاتونيين المحدثين فشلوا في إثبات الله واحد وهاجموا معتقداتهم حاولوا مجموعة متنوع من النايقات الأساسية والحاسمة الأخرى مثل المعرفة الإلهية ومسألة ثبت الله أن الفلسفين الرئيسين الذين هاجم الغزالي أراءهما هم وما الفراب وابن سينة وكما قال الغزالي نفسه ومع ذلك في أن الأكثر إخلاصا كمترجمين لأرستو والأكثر أصالك مفاسين له بين المسلمين المتفلسفين هم الفراب أبو ناصر وابن سينة أبو علي ولذلك في أننا سوف نقتصر اهتمامنا على ما اعتبروا هذين الشخصين التعبير الأسيل عن آراء إقادتهم المضللين ولذلك لنعلم أننا نقترح التركيز على ضحف الفكر الفرسف كما يظهر من كتابات هذين الشخصين في المجمل فصل الغزالي عشرين مشكلة بعينها سنكتشف من خلال منقشاتها في هذا الكتاب عن التناقض الكامل في نظرية الفلسوف إذا كان الغزالي يمثل أشد هجوم من جانب إذا كان الغزالي إذا كان الغزالي إذا كان الغزالي يمثل أشد هجوم من جانب علم اللهوة الإسلام على الفلسفة وأشد ردود الفعل قسوة على الأفلاتون الموحدثة في الإسلام فإذا بن رشد يمثل رد فعل مضاد وهذا لا يعني أن الأخير تبنى بكل إخلاص أراء الأفلاتون المحدثين بل إنه بعيد كل البعض عن ذلك ففي كتاب تهيفة الذي يشير إلى تهيفة كتاب الغزالي تهيفة الفلسفة كتب ابن رشد والذي يشكل تفنيد المنهجين لنقد الغزال للفلسفة اليونانية العربي يعني هذا الكلام ذكره مجد فقري في 1983 إن الغزالي متهم بسوء الفهم ومن الوضع أن ابن رشد كان مهتما بالدفاع عن مزايا الفلسفة باعتباره أسلوبا للفكرة غير الهرتقي وفي الوقت نفسه لم يقبل أطرحات الفلسف الأفلاتونيين المحدثين وعلى رغم نياته في كتاب التهفة الدفاع عن الأهداف الفلسفية لغضب الغزالي في أن ابن رشد كما يشير في أغلب الأحيان لا يدافع لا يدافع في الواقع عن الفرابي وابن سين بل أنه بدلا من ذلك يظهر إلى أي مدى انحرف عن العقائد الفلسفية أرسل أصلية وينضم أحيانا إلى صوت الغزالي في إدانيته ما بل هرتقى وبالتالي في أن ابن رشد على رغم من الفلسفة والفلاسفة سعيد للغاية بعلن الحرب المفتوعة على الأفلاطونية المحرثة ربعا تأثير وإرث الأفلاطونية المحرثة العربي الإسلامي يعني في حين أنه من غير صحيح التأكيد أن نقول أن الفلسفة العربية الإسلامية وصلت إلى نهاية مفاجئة بوفاة ابن رشد يمكن القول أن وفاةها عام 595 هجري 1198 كان بمثابة نهاية قريبة للمناقشات الكبرى عول الأفلاطونية المحرثة في الفكر الإسلام بحلول ذلك الوقت يمكن القول أن النوع من المشاعية التي تبنى ابن رشد قد أحيت على الأقل أن لم تكن قد انتصرت بالتأكيد على أشكال أخرى من الفلسفة أن وفاة ابن العربي في عام 638 1240 كان بمثابة انتصار هذا لم يستمر لم تستمر عقيدة وحدة الوجود التي تبنى هذا الأخير إلا من قبل عدد قليل من تلميذ المخلصين وعلى ذلك نشأت حركات أخرى في مناقشة في منافسة مع الأفلاطونية المحثة والأرستية مثل الحرفية التي تبنى المسلم الإسباني الأندلوسي ابن حزم ظاهرية ابن حزم الأندلوسي يعني المدرسة ربما الظاهرية الظاهرية الحرفية الظاهرية نعم الظاهرية ابن حزم الأندلوسي والحمبلية التي تبنى ابن تيمية لقد تم ترسيخ الأفلاطونية المحثة باعتبارها نظاماً فلسفياً راديكالياً إذ أن الأجندة اللاهوتي مثيرة للجدل لهذه في كتبات مفكرين مثل أخوان صافياو لكن بشكل عام كان أعظم تأثير لها على العقيدة الدينية للطائفة الإسماعيلية في الإسلام وهي أحد الفرق الثلاثة الكبرى في الماثب الشيء وقد بلغت هذه الطائفة ذرواتها السياسية مع وصول الأسرة الإسماعيلي الفاتمية للسلطة في شمال إفريقيا في تونس إفريقيا وبعد في القاهرة والشرق ومسر في القرنين الرابع والخمس هجري العاشر والحادي عشر ميليادي وكان المسجد آج أزهر وجمعاتهم منار الفكر الإسماعيلي وبالتالي الأفلاطوني المحدث قبل أن يستولي الأيوبيين على مصر ويعيدوها إلى حضرة أهل السنة والجماعة إن الأفلاطوني المحدثة في الإسلام لا تزيل باقي اليوم باعتبارها الأساس الفلسفة الذي يقوم عليه علم اللهوت عند الإسماعيليين والمجموعة التي رغم انقسمها حول قضايا الزعامة إلا أنها تشترك في العديد من النقاط اللهوتية والفلسفية إذا درسنا تأثير الأفلاطونية المحدثة على الفكر الإسلامي بشكل عام فمن الوعد أن هذه الفلسفة كانت تهدف إلى تأكيد على الجانب المتعالي من الله والذي يمكن العثور عليه بوضوع في القرآن وأحيانا على حساب الجانب الداخل وكانت تأثير الأفلاطونية المحدثة المحدثة على مصار التاريخ الإسلامي نفسها كبيرا في بعض المناطق ومن بين العديد من الأمثلة يمكن أن نلاحظ أن الأسرة الفاتمية وصلت إلى السلطة في مصر وحكمت هناك من 297 هجري إلى 567 هجري أي من 969 ميلادي إلى 1171 ميلادي وازدهر الحشاشون الإسماعليون في قلعة ألموت من 483 هجري إلى 654 هجري ومن 1090 ميلادي إلى 1256 ميلادي يعني ما يقابلها بالترقيم الروماني جريجوري خد انتقلت إمامة نزارية إسماعيلية فيما بعد من بلاد فيرس إلى الهند ومن الناحية لهوتين من الواضح أن مجموعة من العقاد التي بدأ الكثير منها متعارضة مع التعاليم الإسلامي السائدة كانت في بعض الأحيان بمثابة تصريط الذو على التأكيد القرآن على التعالي تسامي الإله تعالي يعني الله متعالي يعني التعالي الإله في الإسلام وقد استوعبتها في الواقع طائفة واحدة وأن كانت غير تقليدية لتصبح الأساس لتلك الطائفة في حين اكتسبت الأفلاتوني المحثة تاريخي من أصولها الشرق أوسطي النظرية في الإسكندرية وحرام وجون شابور وآم أخرى ما يكفي من القوى لاختطاف سلالة بأكمالها وهي الفاتمية سلالة الفاتمية أو العائلة الفاتمية في خلاف الفاتمية ومن هنا قد نستطيع أن نستنتج من كل هذا نموذج للعبادة الغربية التي تتحول إلى مذهب شرق أوسطي والمذهب الإسلامي وتعمل في بعض الأحيان كمحافظ لهوتي أو مصدر إزعاج أو أساس وبهذا فإنها تندرج في نهاية المطاف من وجهة نظر مختلفة في النسيج الواسع المتعدد الأبعاد للإسلام أو ربما نختار بدلا من ذلك أن ندرس ظاهرة الأفلاتوين المحث عن كثب وأنه قيم تأكيد على النظام والبنية والإنبثاق والتسلس الهرم والتعالي والعقل والروح وأن استنتج نموذج المختلفين إلى حد الماء ربما يكون أقرب إلى النموذج الذي يفضل للإسماعليون ووفقا لهذا الرأي في أن الأفلاتوين المحث يمكن اعتبارها نموان أجنبين أو غازين داخل جسم الإسلام بل أن شيء يعالج على رغم تأكيد على الفيض بدل من خلق من عدم وغير ذلك من الاختلافات الحقيقية عن اللاهوة الإسلام السئة جينبين أو جوان من الإسلام أهملتها أو غطتها أمور أخرى في تطور هذا الدين ولعل من المفيد أن نتأمل ملاحظات لين ومدلين جودمان يعني قولهما لقد أتقن الأفلات لقد أتقن الأفلاتونيون المحدثون الفيض عن وعي تام كبديل نظرك الخلق الإسلامية لأن الفلسفة المحدثين الفلسفة المحدثين لم يختاروا العودة إلى النشوء الكوني المجسم الذي أنقذهم منه أرس بصعوبة بالغة بل قبل بضع قروم فقط إذن هذه مدخلتنا حول الأفلاتينيون المحدثة في الفلسفة العربية الإسلامية ورجعنا تكون هذه المدخلت قد نالك لذاك إلى اللقاء شكرا جزيلا وحسن انتباهكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا